السلام عليكم ده يحتبر اول فيديو في القناة بتاعتنا وهي عبارة عن منوعات طبخ وان شاء الله يبقى فيها روتينات ويبقى فيها ان شاء الله حاجات حلوة تعجبكم باذن الله وحبيت ان احنا نبتدي القناة بتاعتنا في رمضان لان بيبقى طبعا فيها زي ما انتم عارفين يعني اصناف وكل يوم واطباق وحاجات حلوة جميلة ان شاء الله هنشوفها مع بعض باذن الله وطبعا من عادتنا احنا يعني ابويا كالبيت واحنا صعيدة ان احنا بنتبح حاجة من البيت يعني سواء بنتبح ديور وهنا زي ما انتم شايفين في الفيديو ان احنا دبحنا يعني بتاعتها جدي كبير وطبعا شفته وهو طبعا عشان اليوتيوب ما ينفحش ان احنا عشان الحقوق البس وكده ما ينفحش يبقى فيه دم في الصورة فانا جبت لكم صور وهنا طبعا هو زي ما انتم شايفين جدامكم طبعا اللحمة فبرك الله بصراحة في اللي هو بيتبح يعني بصراحة مسلمنا اللحمة نضيفة احنا طبعا هنحضرها والبامية دي اللي انتم شايفينها من الجنين بتاعتنا تدعمونا وتشتركوا في القناة وان شاء الله ولو عجبكم الفيديو برضو تحطوا لايك ان شاء الله باذن الله وهنا مطولة ما عرفش ليه عجبني اللون الاخدر برضو في الكاميرا وهنا اه هنا اللحمة فهنحاول ان احنا طبعا ان احنا نكيسها وهنا طبعا احنا غسلناها وهنحاول ان احنا نكيسها وعلى كد مثلا الطبخة وبرضو الطيور اللي احنا دبحناها اللي هي البلدي تربية البيت وكده برضو هعملكم فيديو بيها وكل سنة وانت طيبين والله العظيم هو رمضان شهر خير وزي ما انتم عارفين بيجي بخيره وهنا برضو شايفين البطاطا دي يعني برضو بحب انا ان انا بحطها في مية على كده واتعمل زي زرع او كده فهوريكم برضو انا بعملها زي وبحطها في المطبخ ازاي وهنا بحاول ان انا جسم زي ما انتم شايفين بجسم اللحمة والله يوم لحمة يوم فراخ يوم هو بخيره رمضان بيجي عموما بخيره بتلاقي سبحان الله بتصحي الصبح بتبقى حيرانة اعمل ايه ومعملش ايه وعلى الصفرة او انت اول ما بتحط الاكل بتلاقي اصنافه اصنافه وماشاء الله بجد يعني شهر الخير وربنا ان شاء الله يبركلكم ان شاء الله ويحفظنا ان شاء الله اولادنا وامهاتنا وابهاتنا ان شاء الله ويكون شهر خير ويعودوا علينا وعليكم يا رب باذن الله ان شاء الله باذن الله وان شاء الله طبعا زي ما انتم عارفين يعني لحم المعيز يعني وكده الماعز بيبقى خفيف وفيه ناس تحبه وفيه ناس ما تحبوش ازواج انا عن نفسي بحبه وخصوصا لما يكون معمول بطريقة صح يعني معلش في الكلمة ما فيوش زفارة نظيف مخصر كويس فعلى حسب ازواج هو وطبعا هنا بحاول ان انا اوريكم يعني بحاول ان انا معرفش ليه انا بعمله افتش في اللحمة لأساس ان انا يعني هسيب على الاساس ان مش هجيبني ما وكله هيتكيس فانا بشوف الحتة الحلوة ما عرفش والتانية بالنسبة لي ده ايه يعني هيتساب كله هيتكيس في الاخر طبعا بنحاول ان احنا نكيس ونشوف على كد الأكلة يعني ايام ايام بتبقى اللحمة بس ايام تاني بيبقى معها فراخ وساعات بنعمل كبدة وساعات ممكن نكسر مثلا بسمك وبعدين هتبقى روتينات لاني طبعا يعني هنوريكم الصعيد بجهل عيشها فيه يعني من غير تزيف يعني الحاجي جاية زي ما احنا كعيلة صعادية وكده زي ما احنا عايشين بالزبط يعني حياتنا احنا